ينقطع الطيار الكهربائي في لبنان بشكل متكرر فالكهرباء تغيب كليا عن بيوت اللبنانيين نتيجة التقنين الحاد الذي بلغ حد الانقطاع الكامل يضاف إليها تقنين آخر من قبل أصحاب المولدات الخاصة ففي هذا المنزل في الطريق الجديد في بيروت كان بسام الرجل السبعيني بحاجة دائمة للتزود بالأكسجين لكن انقطاع الكهرباء حرمه نعمة التنفس فمات بي عايش على الأكسجين على البايك هلالا بتشوفها عنده جهازين بيشيل الجهاز بيحط الجهاز وصادفت إنه اليوم إلنا أربع تيام مرأة على بيروت ساعة ما في وقفت المحطة ساعة ساعة قطعت الكهرباء ما حسين عليه ما في ساعة كان رايح هو لازم يعيش على البيطاب لازم يحضر له حاططة لدها مكسوم يعني لازم يحضر له حاططة يعني شي 14 ساعة ما عم تشير كهرباء ما عم تشير كهرباء ما عم يصل له أكسجين لرأسه الله ينتقل منه يا رب كسرولي ظهري والله تغرق المناطق اللبنانية بأسرها في عتمة تزداد قتامة كل يوم انقطاع أضحى يؤثر على كل جوانب الحياة اليومية للناس كل يوم عم نسمع حالات وفاة من مختلف الأعمار أطفال شباب كبار بالسن نسمع ماتوا بسبب أزمة الكهرباء بأزمة الوقود أزمة الدواء أزمات متلاحقة أزمة حتى المحروقات لأنهم عم يقدروا يوصلوا على المستشفى هذا دليل أنه نحن هناك سلطة فيسدي مجمي تعرضنا لإبادة جماعية اليوم نحن نتعرض لإبادة جماعية وهذا الفساد هو أساس موت هؤلاء الناس العتمة تطال أيضا المستشفيات التي تضطر لتشغيل مولداتها الخاصة على مدار الساعة لتأمين سير العمل في أقسامها ووسط أزمة المحروقات وترهل مؤسسات الدولة وخدماتها يتوقع أن يتوقف إنتاج معامل توليد الكهرباء كليا مع نفاذ المحروقات والمبالغ المرصودة لها سجل لبنان أربع حالات وفاة خلال الأيام الأخيرة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر من قطاع الطيار الكهربائي فسوء الخدمات في البلاد بات يشكل عاملا ضاغطا على حياة المواطنين بكل تفاصيلها سلمان عن دارس كان نيوز عربية بيروت شكرا لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب شكرا للمشاهدة